السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال الأيام دي مع انتشار فيروس كورونا أو انتشار الخوف من فيروس كورونا يعني محتاجين بعض المعلومات عن الحاجات التانية اللي بتسبب البرد ونزلات البرد والإنفلوانزا وما إلا ذلك وهل ممكن نفرق يعني اللي عنده نزلت برد الوقت هل يقدر يعرف هو عنده كورونا ولا عنده انفلوانزا ولا البرد العادي من غير ما يعمل تحليل ولا كل واحد عنده علامات البرد يروح يجري على المستشفى كلنا عارفين ان البرد ونزلت البرد بيسببها حاجات كتير من ضمنها فيروسات كورونا نفسها فيها أربع أنواع احنا عارفين ان فيها سبع أنواع بتصيب الإنسان دلوقتي ثلاثة اللي هم خاطرين اللي هو السارز والميرس وحاليا الكوفيد ناينتين اللي هو سارز اتنين فدول مجموعة الكورونا في منهم التلاتة الخاطرين دي مجموعة الكورونا الخاطرة التلاتة دول وحصل منهم أوبئة وحاليا في الوباء بتاع الكوفيد وفيه أربعة بيعملوا برد عادي نزلت برد عادي طيب ما هو فيه انفلونزا فيه الانفلونزا A وانفلونزا B اللي بتعمل فلوه والانفلونزا يمكن في حد ذاتها بتعمل خسائر كبيرة جدا جدا يعني حسب الدراسات الموجودة والإحصائيات الانفلونزا فيه الولايات المتحدة السنة دي بس الموسم ده الشتوي مموت له 15 ألف وواحد يعني أصابت أكتر مثلا من حوالي 200 ألف وواحد مات منهم حوالي 15 ألف وواحد عدد ضخم وكبير ودي بس بس ما فيش حد بيتكلم كتير عن الانفلونزا وكل الكلام عن الكورونا وده طبعا سببه واضح وهو ان الانفلونزا بالرغم انها سريعة الانتشار وبتصيب عدد كبير وبيموت من عدد كبير لكن احنا عارفينها عارفين الانفلونزا وعارفين ديتها وعارفين ان فيه فاكسين ليها بيطعم وعارفين مداها عارفين مداها فبالتالي مفيش قلق لكن كورونا لسه ما حدش يعرف وضعه ايه يا طرح هيكون ذا الانفلونزا أقل من الانفلونزا ولا أخطر من الانفلونزا هو ده سبب القلق يا طرح هو هيموت ملايين ولا يا طرح هيعد بسلام يا طرح هو فيروس موسمي في الشتاء ويبقى كويس في الصيف ولا هيتمنته قاعد طول السام الجهل بيزيد الخوف ما فيش شك انت ما يجيلك واحد حرام مثلا نهجم عليك وماسك بيديل اتنين عصايا شايفه وشايف في ايديه عصايا هل الخوف اللي بينتابك زي ما يكون واحد جاي عليك حرام ولابت جاكت وحطت ايده جوا جاكت وماسك حاجة اللي مش واضح ده بتبقى انت خايف اكتر او قلقان اكتر يا طرح هو ماسك سكينة يا طرح هو ماسك مسدس منذ ايا مش عارف واخدين بالكو ففيروس الانفولوانزا معروف فبالتالي الناس ما ما عندهاش هلع منه لكن كورونا عده جديد وما نعرفش ديته ايه فبالتالي الهلع والخوف منه هو اللي ساعد ومع العلم يعني في الوقت الحالي اظن الخوف والقلق والهلع اللي ابتدى من شهرين قال كتير لان الناس بدت تعرف عن الفيروس بعض الشيء ولو ان كتير من المعلومات مجهولة لسه وبدأت ايه تتأقلم مع الوض وبيسمعوا الأخبار كل يوم وكده بس ما فيش الزعر يعني انا في المكان الحتة اللي انا عايش فيها ديت انا عايش في الفلبين في شهر يناير اما كنت بمشي بص في الشارع يمكن خمسين في المية من الناس اللي ماشية في الشارع لابسة مسكات لابسة القناع لابسة الكمامات حاليا وقتها ما كانش فيه ولا فيروس في الفلبين بالمناسبة دلوقتي بقى فيه ست فيروسات في الفلبين اما بتبص في الشارع يمكن ما تلاقيش واحد في الالف لابس القناع الناس بدأت تعرف الحاجة اللي بتعرفها شوية شوية بإيه اللي قلقك منها مهما كان وضعها دي هي القص نرجع للأسئلة الأساسية عندنا كورونا فيروس الحالي كوفيد-19 اللي بيسبب مرض كوفيد-19 وعندنا الإنفلوانزا الفلو وعندنا البرد نعرفهم من بعد ازاي وهل فيه طريقة لي أنا كمريض أعرف إذا كنتان عندي إنفلوانزا ولا برد ولا كوفيد-19 ولا مستحيل وهل فيه حلول عشان نواجه هذا الموقف ولا لا فيه حلول الدول عنده حلول خليني أنا أجاوب على الحاجتين دول السؤالين دول أول حاجة يمكن نقدر نفرق ما بين البرد والبرد من ناحية والإنفلوانزا والكورونا من ناحية تاني البرد بصفة عامة بيبقى حنيل يعني بيبتدي بالتدريج بتشعر بشوات إرهاق تعب وبعدين رشح ورشح انسداد في الأنف وحرقان في الزور وممكن ما يكونش معاه سخون هادي ده في ناحية إنما في الناحية التانية وطبعا في هذه الحالة ما نقدرش نفسله مية مية لأن الناحية التانية سيان إنفلوانزا سيان كوفيد ممكن يجي بهذه الصورة لأن كل دول ممكن ما يجوش بأعراض خالص ممكن يجو بأعراض طفيفة ممكن يجو بأعراض شديدة جدا تنتهي بالموت لقدر الله بس هو كده بصفة عامة ده البارد الإنفلوانزا أسرع شوية من البارد بتهجم على الواحد مرة واحدة الواحد يبقى نايم كويس يصبح الصبح أي مداش دي سخنه مولع نار وزوره مقفل ووجع دي الإنفلوانزا الكوفيد ناينتين برضو بيجي زي الإنفلوانزا بالزبط ممكن يجي بنفس الحكاية حرقان في الزور ومناخير مزدودة ورشح وسخونة بس الفروق بينهم طفيفة الفروق بينهم طفيفة كل دول بيعملوا مرض الجهاز التنفسي الفرق بين الإنفلوانزا والكوفيد ناينتين ممكن يكون خفيف قوي قوي إيه هو؟ إن الكوفيد ناينتين بيبقى جاي دقيزة جاي مع أعراض من هذا النوع بيبقى جاي أكتر معه ديء في النفس أكتر ديء في النفس وأكتر في الكوحة من الإنفلوانزا طب لو أنت عندك طفل وعنده هذه الأعراض لا ده إنفلوانزا احتمال إنه يكون عنده كوفيد نادر أولاي الجيد لأن الكوفيد ناينتين والإنفلوانزا هم اللي اتنين برضو بيصيبوا وكبار الصين وبيصيبوا الناس اللي عندها أكتر ضعف في المناعة أو عندها أمراض مسبقة مزمنة زي السكر والضغط الدم وأمراض قلبية والأمور دي وأيضا الناس اللي محطوطين في بيوت رعاية صحية لكن الأطفال عرضة للإنفلوانزا أكتر ولكنهم ليسوا معرضين للخطورة من الكوفيد ويمكن ينطفق الكلام ده برضو على الستات الحواب أنا بقول يمكن لأن مش كل المعلومات متاحة بشكل قطعي بالنسبة للكوفيد ناينتين ألا معنى الكلام ده إيه؟ معنى أنه ما فيش ما تقدرش تفر يعني طب إيه الحل؟ الإنفلوانزا بتصيب الناس في الموسم الشيطة بكمياتها إيه لها وخصوصاً الناس البلاد الباردة في الشيطة يعني إحنا في الشرق الأوسط ممكن تلاقي يجي 10% من الناس عندهم في وقت واحد كده إنفلوانزا 10% من الشعب أو 5% من الشعب في أي وقت في شهر يناير و12 ممكن تلاقيهم كلهم بيعطسوا ومسخنين وحاجات زي كده يعني كلهم يروحوا لمستشفيات طب أنا مستشفى بقى لتساع ده إذا كان أمريكا بجلالة قدرها ما بيقدروش يعملوا التحليل لكل واحد عنده علامات برد يعني فيه مقاييس معينة ليه؟ لأن التحليل جديد أول حاجة مش متوفر بشكل يعني يغطي الجميع تاني حاجة ما زالت تكلفته عالية جدا فما فيش يعني أمريكا نفسها والبلاد الغنية ما بيقدروش يعملوا تحليل لكل واحد عنده هذي العلامات ده كل واحد عنده علامات في معظم هذي البلاد اللي هما عندهم واعي شوية بيدوله إرشدة إنه هو يروح البيت ويقعد في البيت ويستريح ويعمل لنفسه عزل يعزل نفسه في بيته عشان ما يعديش أسرته ولا الناس اللي حواليه وياخد علاج مسكنات وياخد سوائل وما إلى ذلك وده اللي بيتتابع بيقولوله لو الأعراض عندك بدأت تحسن خير وبرك تالك في البيت لو زادت اجري بسرعة تعالوا على المستشفى لأنه ما قدروش لكل واحد يعملوا له التحليل بيعملوا التحليل فقط لللي عنده أعراض شديدة جدا ودخل المستشفى أو الناس اللي هي بقى في الإجراءات اللقائية يعني واحد مريض وكان حواليه ناس حتى ما بيعملوا لهمش تحليل ده بيحطهم تحت الملاحظة لكن اللي عنده أعراض بيعملوا له تحليل فالخلاصة أنه ما فيش إمكانية في الوقت الحالي أنك تعمل تحليل لكل واحد طب إيه الحل؟ مع المستشفى يعني إحنا مثلا في مصر لما تجي العيادة بتاعة الطوارئ بالليل يجي لها ألف واحد مثل الأسر العيني كده بيجي له ألف واحد سخ ومولع نار وبيرشح وبيكوح هيعمل لهم إيه؟ قبل كده كان بيعتبرهم إنفلوانزا ويديهم حقنا مسكنة ويقول لهم خدوا سوائل وي 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 وخلاص وحتى يعني إذا نيمهم بينيمهم مش في عزل كامل هيعمل كده طب يفرد هو كورونا فالمسألة مش سهلة المسألة صعبة لكن أنا أريد كتير وممكن تيجي فكرة معرفش الفكرة عملي ولا لأ أنت عندك المستشفى قلنا مثلا مستشفى زي الأسر العيني في الشتاء بيجي لها قسم الطوارئ اللي هو الناس جاية بالليل بقى ومسخانة وحاجات زي كده ومش قادرة تقف على حلها وكده بيجي لها ألف واحد في اليوم طبعا أعداد الإنفلوانزا في الوقت الحالي عندنا كتير عن الكوفيد أو احتمالات الناس المصابة بالإنفلوانزا كبيرة جدا بالنسبة للكوفيد طب إحنا لو عملنا تطعيم إنفلوانزا لو طعامنا عملنا حملة تطعيم للإنفلوانزا زي الحملة اللي قايمة في مصر دلوقتي الحزبة في حملة للحزبة الأيام دي طيب لو عملنا حملة تطعيم بتاعت الإنفلوانزا إيه اللي هيحصل؟ أنا متخيل إنها اللي هيحصل كالآتي إن في هي تطعيم الإنفلوانزا ما بيخليش لا يقي الإنسان أو لا يحمي الإنسان 100% من الإنفلوانزا بس ممكن بيحمي بنسبة 70% يعني لو المجتمع في ألف واحدة يصب الإنفلوانزا لو بند التطعيم لألف واحد ممكن 700 منهم ما يجولهمش الأعراض أو يعني ما يجولهمش الإصابة أو تكون طفيفة جدا وتلتمية فإذن لو إحنا إدينا تطعيم الإنفلوانزا ودي فكرة تستحق إنها تضعف الاعتبار فبدل قسم الطوارئ أو العيادة بالليل اللي مفتوحة يجي لها ألف واحد مسخن وعنده رشع وإصداع وكحة وما إلى ذلك هنستبعد بتوع الإنفلوانزا اللي هم أخذوا الطعام فممكن بدل ما يجي ألف يجي تلتمية بس التلتمية أما يبقى عندي الأطباء اللي هشوفوا ألف ولا يشوفوا تلتمية طبعا لما يشوفوا تلتمية تبقى فرصة الطبيب إنه يستكشف الحالة ويعتني بها أفضل دي حاجة وبعدين لو فيه إمكانية عمل الإختبار لما تيجي تعمل إختبار لتلتمية حالة غير لما تعمل إختبار لألف حال فبالتالي دي ممكن تكون فكرة إلى حد ما مفيدة في الفصل ما بين مريض الإنفلوانزا ومريض الكوفيد 19 لأنها تقلل لين عدد المرضى اللي جايين هما هي يعني لو دينا تطعيم الإنفلوانزا مش هيفيدي الناس ويحميها ضد الكوفيد ولكنه هيخفف العب على المؤسسات العلاجية لما يكون العب عليها أخف بتبقى عندها إمكانية أكتر في أنها تتعالج مع تتعامل مع الحالات وتكتشف الحالة اللي تستحق الرعاية وتديها رعاية أكتر بيها نتعاشى من الفكرة دي فعلا فكرة تعتبر يعني من وجهة نظر جيدة وتطبق في بعض البلاد لأن احنا يعني أنا باستغرب جدا من الدول مثلا زي السعودية اللي طلبت إن الوافدين العمالة عندها اللي دخلين البلاد دي يخشوا بيكون معاهم شهادة فحص الكورونا البي أرسي هو فحص الكورونا ده موجود في السوق بشكل تجاري ده فحص جديد وبييجي بالطلب للحكومات يعني مفيش معمل خاص عنده فحص الكورونا فيش مختبر خاص حاليا في أي دولة في العالم عنده فحص الكورونا يعني في مصر مثلا فيه فحص الكورونا فين في المعامل المركزية وغالي يعني أعلنت النهاردة مصر إن فحص الكورونا موجود في المعامل المركزية بألف جنيه التحليل يا خبر ربي ده التحليل بتاع كله بتاع فحص العمل يمكن كان 200 جنيه بس أو حاجة زي كده أو 300 جنيه مش عارب وموجود فين في المعامل المركزية طيب يا ترى مصر شوية التحليل اللي جابتهم وزيرة الصحة من الصين واللي جات لنا من من منظمة الصحة العالمية هتخليهم متوفرهم لمقاومة الفيروس بكورونا ولا تروح تعمل بيهم تحليل للناس السلام اللي راحين للشغل يمكن ما عشان كده عشان كده الدولة عملته بألف عشان تجمع الفلوس وإذا قدرت بالفلوس دي تشتري تحليل جديدة تشتري لكن هو لو التحليل متوفر يمكن كان يبقى مثلا ب300 جنيه أو حاجة زي كده في الفلبين هنا ما برضو من ضمن الدول اللي ربما تغضع اللي هي فعلا ما هي برضو بتصدر عماله عايزين يعملوا الـ BRC للكورونا ما فيش ما فيش أي مكان عنده هذا التحليل إلا وزارة الصحة وطبعا وزارة الصحة مخلية تحليل الكمال اللي موجودة عندها للتوارئ بتاعة الكورونا للوباء بتاعة الكورونا مش معقولة تروح تعمله على العمال في الوقت الحالي يعني شيء غير منطقي فدي كان حلم يعني يمكن لو يطبق عمليا على إن إحنا نقلل عدد الحالات هو يمكن خلاص يعني الحل بتاعي ده أو اللي أنا بقوله ده يمكن كان ينفع في يناير لكن دلوقتي احنا في مارس يعني الشهر الجاي خلاص الإنفلوانزا دي أكيد ما فيش منها يعني هي الإنفلوانزا من المعلومات الأكيدة عنها إنها لحد مارس بعد في إبريل خلاص ينتهي مش هنشوف حالات إنفلوانزا فبالتالي الحالات اللي هتروح المستشفيات قليلا لكن هذا الكلام يمكن كان كويس لو طبق في يناير لو كان طبق في يناير كنا كده استبعدنا بتاعي ده الإنفلوانزا لأنهم هيقله ويبقى متفرغين كجهات صحية للناس اللي عندهم كورونا وما شابه لفحصهم بشكل جيد وربنا يعافينا ويعافيكم من جميع الأمراض وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته